محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم الأمين إمام الأنبياء وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا أيها الإخوة الأكارم يطيب اللقاء على مائدة الصحب الكريم الكرام ونستكمل في هذا اللقاء حديثنا عن علم وجبل من صحابة النبي محمد وهو أبو هريرة رضي الله عنه ونقول في هذا اللقاء أن سيدنا أبو هريرة عانى من شدة الفقر ومن شدة المزغبة في طلبه للعلم أنه لم يتفرغ لزوج أو لم يتفرغ لولد ولم يتفرغ لعمل كان قصده كله هو طلب العلم وبلاغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة ما لقاه قال كنت أولاق الصحابة فأسألهم عن الآية وأنا أعلمها حتى يدعوني أحد الصحابة إلى طعام أو شراب مر بي أبو بكر ذات يوم فسألته عن آية وهو يعلم ما بي من الجوع ثم مضى ومر بي عمر ثم مضى فمر بي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني وقالت بعني يا أبا هر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد يعني قدحا من لبن فقالوا يعني أرسل بن فلان هذا إذا إليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد يعني طاقت نفسه أن يشرب من هذه القدح ولو شرب يتقوى بها فقال أدعو لي أهل الصفة فقال في نفسي وما يفعل ذاك مع أهل الصفة قال يعني لم أجد بد من دعوتهم جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اسق القوم قال فأخذت اسق القوم وأنا أقول في نفسي يعني هل تبقي ألي شربة أتقوى بها قال فشرب القوم جميعا فلم يبق إلا أنا ورسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هر قال فشربت فقال اشرب يا أبا هر فشربت فشربت حتى ارتويت وقال النبي اشرب يا أبا هر فقال يا رسول الله والله لا أجد لذلك مساغا خلاص بقية سبحان الله اكتمل الأمر وذي برضو من بركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا أبو هريرة يعني كان يمتن بفضل الله عليه ويقول والله لقد ولدت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أعمل خادما أو أجيرا عند بصرة بنت غزوان على جوع بطني فسبحان الله كان من كرامة الله عز وجل عليه أن زوجه بتلك المرأة وصار سيدا مطاعا وحاكما وواليا على المدينة في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكان كثيرا ما يمتن على فضل الله وكرمته عليه فيقول الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما وكان سبحان الله بيت أبي هريرة هو بيت دين وتقى وورع فكان صواما بالنهار وكان قواما بالليل وكان يقسم الليل بين أهله كان يقيم سلس الليل وتقيم زوجته السلس وتقيم ابنته السلس السالس من الليل فكان بيت ذكر على الدوام لله عز وجل وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يذكر الله عز وجل في اليوم والليلة ما يقارب 12 ألف ذكر الله عز وجل فسبحان الله لو حسبت هذا الأمر وجدت أن حياة هذا الرجل ويومه كله كان ذكرا وطاعة لله عز وجل وبلاغا عن دينه ورسوله ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم من جميل خصال أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان رجلا يعني شفيقا رقيقا كان له أمة زنجية فيعني سبته ذات يوم أو سبت أحد أبنائها أو زوجته وسبحان الله رفع الصوت عليها ثم قال لولا يوم القصاص يوم القيامة أشهد الله عز وجل أنني في أشد الحاجة إلى سمنك ولكني سأعتكك لوجه الله عز وجل وأعتقها من يومها سيدنا أبو هريرة يعني سبحان الله من شدة ورع أيضا أنه جاءته ابنته رضي الله عنه وقالت يعيرني البنات أنني يعني لا ألبس الحلي أو الزينة فقال يا بنيتي إذا سألوك لما لا تلبسين الزهب فقول إن أبي يخاف من حر اللهب إذا سألوك لما لا تلبس الزهب فقول إن أبي يخاف من حر اللهب ده يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان إماما وورعا وكان من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد الإنفاق لله عز وجل في يوم من الأيام مروان بن الحاكم أراد أن يختبر فأرسل إليه مئة دينار من الزهب وسبحان الله بعد ذلك أرسل إليه الغلام وقال يعني إني أخطأت وأرسلت هذا المبلغ بالخطأ وأرد أن يسترجع هذا المبلغ فسبحان الله أسكت في يد أبي هريرة وقال والله لم أبقيه عندي لقد أنفقته جميع الله عز وجل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بارا بوالدتي فكان يدخل عليها وقول السلام عليك يا أمه فتقول وعليك السلام يا بني ويقول لها الحمد لله الذي يعني ربيتني أكرمني وربيتني صغيرا فتقول والحمد لله الذي بررتني كبيرا وأدخلتني في هذا الدين العظيم وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يحس دائما الشباب على يعني بر الوالدين فلقي يوما رجل مع ابنه فقال يعني ما هذا بالنسبة لك قال هذا والدي فنصحه رضي الله عنه وقال لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تسميه بإسمه وما أحوج هذا الجيل إلى التأسي في بر الوالدين ومعرفة قدرهم ومنزلتهم والتأسي بما كان عليه أبي هريرة وما كان عليه الصحابة الكرام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في مرض الموت يعني يبكي ويقول والله لا أبكي على دنياكم ولكني أبكي لكلة الزاد وبعد الصفر هذا أبو هريرة الزاهد العابد راوية الحديث يقول عن نفسه أبكي لكلة الزاد وهنا سبحان الله وقفة أي زاد لي ولك أي زاد لي ولك مقصرون في كل شيء مقصرون في علاقتنا مع الله مقصرون في قراءة القرآن مقصرون في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقصرون في تعاملنا مع صلة الأرحام إلى غير ذلك من تعاليم الدين وكلنا يعلم مدى عجزه ومدى تقصيره في جنب الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يكبر هذه الكسور يدخل عليه مروان بن الحكم ويقول شفاك الله يا أبا هريرة فيقول أبو هريرة رضي الله عنه اللهم إني أتشوق إلى لقائك فعجل لي بهذا اللقاء فما أن انتهى مروان بن الحكم وخرج من الدار فمات أبو هريرة رضي الله عنه لتوه دي كانت قصة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يعني وقفنا مع عبر كثير من حيات هذا الرجل الزاهد العابد وقفنا على قيمة طلب العلم الذي يسمو بصاحبه صار أبو هريرة بعد أن كان يتيما مسكينا كما يقول عن نفسه صار إماما في الدين وتتدار السيرته بفضل إسلامه المبين بعد 1400 سنة الأمم ويقولون رحم الله أبا هريرة وأنا أقول رحم الله أبا هريرة ورحم الله النبي الكريم ورحم الله الصحب العظيم على ما قدموا لهذا الدين ونسأل الله عز وجل أن نكون على آسالهم وأن يلحقنا الله عز وجل بهم في جنات الخل نعم الكرامة هذه ونعم دار المتقين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وإلى لقاء آخر مع صحابي جليل وعلم من أعلامي وجبال الصحابة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته